السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في درس الصفحة 93 درس الاعداد الكسرية عندنا الضرب والقسمة المقطع الاول كنا قد وضعناه على الصفحة وهذا صفحة ثانية او الحصة الثانية اذا عندنا تمريل الاول نبدأ باحسب اذا عندنا اثنان على احدى عشر مضروبة في ثلاثة على عشرة مضروبة في عشرة على ثلاثة كم تسابي اذا بالنسبة لعملية الضرب كيف ما قلنا فعملية الضرب كنضربه المقام في المقام ونضربه البسطة في البسط ثم نكتبه الايجابة نفس الشيء هنا في العملية الثانية ونفس الشيء في العملية الثالثة والعملية الرابعة اذا نكتب الجواب نعم وهنا غنخدمه تقنية افضل غنخدمه تقنية الاختزال اذا عندنا هنا عشرة وهنا عشرة وهنا ثلاثة وهنا ثلاثة اختزلناه اذا الجواب اللي كيف قالي هو اثنان على احدى عشر اذا اثنان على احدى عشر أيضا بمسبة الثانية هنا خمسة وهنا خمسة وهنا أربعة إذن من هيك نختزل سبعة على إثن هذا الجواب بشكل مبسط نعم أيضا في الخانة الثالثة هنا غنختزلوا نعم خمسة في إثنان إذن خمسة في إثنان تساوي هي عشرة وهنا نختزلوا بعشرة تفقنا إذن خمسة في إثنان عشرة وهنا عشرة إذن هنا كتبقى لي تمانية في سبعة الليك تساوي لي ستة وخمسة والفق غير بقالي ثلاثة اللي بقتلي نعم في الآخرة أيضا هنا غنختزلوا بستة وستة نعم وغنختزلوا أيضا عندنا خمسة وخمسة غطب قالي الجواب سبعة على أربعة إذن نزين نمشو لعملية الثانية قال لي أحسن عن هنا 2 في ثلاثة على خمسة مقصومة في ثلاثة على أربعة مضربة في ثلاثة على خمسة إذن هنا هنا العملية سيكون طوالا شوية إذن هنا 2 هي 2 على 1 لاحظ دايماً من ندسل رقم 1 قسمه على 1 عندك مثلاً أنا أعطيك مثال بسطة عندك ديرهامية كيفاش غنعتيها لشي 1 أو 2 للناس أو 3 أو 4 ولكن في نفس الوقت دبقى 2 إذن شكونا على ما غنقسمه وشيبقى 2 إذن على 1 يعني ديرهاما غنعتيهم لواحد شخص غدق لي ديرهاما إذن كان قسمه هنا على 1 أيضاً هنا 2 على 1 يعني دائماً هذه القاعدة مع مرض النساء إذن هنا دبقى نحسبه الضرب إذن 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 اللحن معي أنا حاولت أنني نكتبها هنا الإجابة بشكل مباشر عندنا 2 في 3 6 1 في 5 5 مقصومة هاي 3 في 3 9 4 في 5 10 هنا شكو ندير؟ كندير تساوي هنا القسمة ما عنديش كيفاش نحسبها كنديروه حنا كنديروه الضرب طفقنا؟ إذن كان قلب القسمة للضرب ولكن باش نقلبه كان قلبه العدد الثاني إذن إذن إحنا 20 كانت في المقام رضيناها في البسط وتسعود كانت في المقام رضيناها في البسط تقلبناه تفقناه التي هي تسعود على 20 رجعة هي 20 على 9 ثم ما نضرب 6 في 20 120 5 في 9 5 4 ننتقل للعملية الثانية بالنسبة للعملية الثانية عندنا هنا 2 على 1 زائد 3 على 4 مضروبه في 3 على 5 إذن هنا قسمينه حد المقام هنا 4 هنا فش غنضرب 1 غي سويه إلى 4 إذن غنضرب 4 في البسط أيضاً غنضرب في 4 لأنه فش غنضرب المقام فخصيني نضرب البسط إذن كتصبح ليه هي 8 وهنا 4 إذن المقام الموحد هو 4 و 8 زائد 3 مزيد غنضربه في 3 على 5 اللي كانت عندنا إذن 11 على 4 مضروبه في 3 على 5 11 هي 8 زائد 3 كتساوي 11 في 3 3 و 3 4 في 5 هي 20 ننتقل للثالثة بالنسبة للعملية الثالثة عندنا 1 على 3 مضروبه 5 على 6 نقسمها 5 على 6 إذن هنا الضرب سهل إذن 1 في 5 5 3 في جوج 6 مقسم على 5 على 6 هنا كنحولوا الضرب وكنديروا المقلوب إذن كثلنا 5 على 6 والتي هي 6 على 5 كتساوي 30 على 30 كتساوي 1 ثم الآخرة 1 على 3 زائد جوج على 7 مضروبه 1 على 2 إذن نقسمها نوحد المقام أيضاً إذن 1 في 7 7 2 في 3 6 3 في 7 21 إذن المقام الموحد هو 21 مضروبه 1 1 على جوج كتساوي إذن إلا جمعنا 7 زائد 6 هي 13 على 21 المقام الموحد مضروبه 1 على جوج إذن هي 13 على 21 في جوج هي 2 نوربه تفقنا إذن ننتقلوا لتمرين الموالي التمرين الثالث ألاحظ ثم أتميم حسب المثال عندي 6 مقسم على 5 كتساوي هي 6 في 1 على 5 كتساوي هي 6 على 5 نزيان إذن عندي هنا 17 على 7 ومن بعد سنضرب 17 في 1 إذن هي 17 على 7 بمعنى هنا في المقلوب تفقنا وما هذه الفكرة التي تريد يوصل لنا إذن هنا 7 يعني هي 17 شوف معي هي 17 على 7 يعني إذا حولنا هذا الضرب سنضرب المقلوب ديالها تفقنا في حالة ديرنا للمقلوب ديالها إذن هي كذول 17 على 7 أيضا هنا 52 سبقنا 52 إذن هي غند ضرب هنا 1 على 17 وغا تساوي 52 على 17 أيضا في العملية الثالثة لدينا 25 إذن 1 على 3 كتساوي هنا هي 25 على 3 أيضا هنا هو ما اعتونا 35 إذن هي 35 مضروبة 1 على 7 كتساوي هي 35 على 7 ثم السؤال الرابع وزع أبون على أولادي الثلاث مبلغا من المل قدره 10,000 درهم فأخذ الأول واحد على 2 من المبلغ وأخذ الثاني 2 على 5 من المبلغ وأخذ الثالث ما تبقى وحسب حصة كل واحد إذن فأنا نبسط لك 10,000 درهم باكعتكم 10 درهم وقلق قسمها 3 دي ومن بعد نكمله إذن قلق 1 على جوش 1 على جوش 10 درهم يعني النص دي 1 خدى 5 درهم ثم من هذه 5 درهم 1 خدى جوش على 5 إذن 10 درهم سنقسمها على 5 ما تفعل هي جوش وهو خدى جوش إذن جوش جوش خدى 4 درهم إذن الحصة دي 1 ولكن نحن لدينا 10,000 درهم سنقوم بإذن تطبيق على الشكل التالي 10,000 درهم سنقسمها في حصة 10,000 درهم قسمها على جوش 5,000 درهم هذا الحصة الأول الحصة الثانية قلنا 10,000 درهم مضربة تدوج على 5 إذن 20,000 درهم قسمها على 5 هي 4000 درهم إذن الجزء 4,000 درهم الثالث سنقوم بإذن نجمع الحصة الأول والحصة الثانية ونطرح ها من البلغ التي أعطتها باب إذن 10,000 درهم ناقص 5000 إذن 40,000 درهم إذن الحصة الحصة دي اللي غادي هو 1000 درهم مزيد سنقوم للتمرين الخامس وحسب نفس التمرين هذا التمرين اللي لدينا التمرين الثنية قريبا نفس التمرين لدينا الضرب ثم هنا القسم تفقنا إذن نقول لكم دائما هذا الرقم يكون قسم على 1 جيد إذن سنحسب بنفس الطريقة التي دعنا في 8 السابقة نعم إذن بالنسبة الإجابة على التمرين لدينا بالنسبة العملية الأولى إذن هنا الضرب يعني 3 على 10 بشكل مباشر مضروبة هنا القسم القسم أولا ندر هنا 1 تفقنا بش كنسهل ولكن نقلب الضرب هنا ندر المقلوب إذن 1 على 8 إذن هي 3 في 1 3 4 8 32 إذن النتيجة هي 3 9 على 320 تفقنا إذن ننتقل للتانية تانية عندنا هنا هي 3 مقصوم على 4 على 5 إذن هي 3 على 1 تفقنا ومضروبة في المقلوب دي العدد الثاني أنا قبل كنت قدرت العكس إذن هنا هي 5 على 4 إذن المقلوب مضروبة في 2 إذن هي 15 على 4 3 في 5 15 و1 في 4 4 مضروبة في 2 قسمنا التاية على 1 إذن هي 2 على 1 تساوي 15 في 2 هي 30 مقصوم على 4 إذن تساوي 4 في 1 4 و5 في 3 15 إذن هنا كنت دير المقلوب إذن هي 7 في 15 و4 في 10 أو 10 في 4 إذن تساوي 105 على 40 والثالثة نعم هي 1 في 3 هي 3 و4 في 2 هي 8 لأن المقلوب نعم ثم ضرب 3 2 4 8 وكنت دير المقلوب 3 في 8 24 3 8 24 تساوي 1 الآن الموالي 6 يبلغ عمر محمد 1 إلى 3 عمر أبيه 30 سنة فما هو عمر محمد إذن العمر محمد هو 1 من 3 عمر أبيه الأب هو 30 سنة فما هو العمر محمد إذن هات 30 تفقنا 30 سنضرب ها 1 على 3 تساوي أن هي 30 على 3 إذن تساوي هي 10 اشترى محمد 77 قال 3 على 70 حمر وحسب عدد الأقلم الحمر وعدد أقلم الغير حمر إذن لدينا 77 مضروبة 3 على 7 إذن 77 في 3 على 7 إذن شال ستساوي نعم ندير عملية ضرب 77 في 3 إذن الأقلم لقلنا الحمر هي 3 هذه هي 3 على 7 تفقنا إذن 3 على 7 كذب مثلنا هي 33 قلب إذن هنا سنجعل عملية الطرح 77 ناقص 33 إذن 3 ناقص 17 4 و3 ناقص 7 4 إذن العدد الأقلام الغير حمر هي 4 و4 ناقص ناقص ثم ناقص ثم ناقص كل تحدي بطريق و موانشغ ناقص 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 بطاريات الأغلى ثمانا ناقص 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 و 7 ناقص 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 2 3 4 5 6 6 6 7 7 13 ناقص ناقص 7 7 4 يعني 8 مقص 13 6 ناقص 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 إذن هنا الرقم المشترك إذن هو 12 إذن هنا سنضربه في 2 ونضربه في 2 إذن سنقص 26 على 12 وهنا سنقص إذا ضربنا فاش سنضربه ونضربه في 3 إذن هنا 12 وهنا نفس الشيء سنضربه يعني 21 إذن هنا 21 على 12 وهنا 26 على 12 إذن ما أكبر فيه إذن أصدقائي إذن الأقل تكلفة هنا هو أ لأنه إذا درنا عملية القسمة غلقه وهذا أقل تكلفة من ب وحتى إذا درنا عملية القسمة إذا قسمنا ستسوي لنا 1.2 و26 على 12 ستسوي 1.2 إذن هذا أغلى ثمانين هنا لوموانشيغ بمعنى الأقل تكلفة وليس الأكثر تكلفة يعني لوموانشيغ هو الأقل تكلفة إذن الأقل تكلفة هو لباتخي أو لوتيت أ تفكنا إذن شكرا لكم على المتابعة وأستودعكم الله وإلى اللقاء في درس اللاحية إن شاء الله وإلى اللقاء